بعد ما قبلت التخويل دكتور هشام ما اكتشفت من بلاوي بأموال الوقف السني الأوقات بشكل عام إذا استثمرت الاستثمار الصحيح لن يبقى فقيرا في العراق وهذه دائما أكررها وأقولها من علمي الكبير بما موجود من مردودات وإرادات عن أملاك الوقف في العراق حسب من الأوقاف العثمانية ثلث أراضي العراق هي وقف ثلث لله ثلث ثلث أراضي العراق هي وقف وقف من وقفين السني والشيئة والمسيئي إرادات هذه عبر السنين نعم نعم الوقف اللي لله كل أي فبعد الآلفين وثلاثة بعد احتلال العراق بدت كثير من الأراضي لضعف المتابعة والظروف الطائفية التي مرها استغلت من قبل جهات وأشخاص واستولوا عليها قسم كبير منها استولوا عليها بالتزوير هي إرادات الوقف وين تنفق يا دكتور هشام حس هم الناس اللي بالوقف شم حصلين وين إرادات الوقف وين فلوسه أنتو تقولون ثلث العراق مرهون وقف وين إراداته وين فلوسه أخويا الحبيب فلوس الأوقاف يعني مع احترامي واعتزازي بالطيبين الموجودين تنفق في غير مسارها الشرعي مثلا يعني ما تنفق بأمور يعني أمور كثيرة واحدة منهم الاحتفالات هالسنة الاحتفالات ما المولد يعني أنفقوا أظن مليارين وتسعمئة مليون مليارين وتسعمئة مليون احتفالات المولد نعم يعني هاي لهم لهم الطيلة للفقر والمحتاجين ما كان قد أرضوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأرضوا الله بها مو قتلك دكتور قتلك آني إذا إذا تنفق إرادات الوقوف بالشكل الصحيح قسما برب العزة فلا يبقى فقير بالعراق